السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعاطية معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لمادة لغتي فأهلا وسهلا معي بكم يا طلاب الصف الثالث في حرف الزاء مجال المستهدف هو المجال المعرفي أما المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي أسعى معكم إلى تحقيقها بإذن الله أبنائي وبناتي أولا أن نحفظ شكل الحرف زاء بعد ذلك ننتقل إلى أن ننطق حرف زاء بالحركات الفتحة والضمة والكسرة ثانيا ننتقل إلى أن يستخرج الطالب والطالب الحرف زاء منفصل وجزءا من الكلمة ثم أن يسمي الطالب والطالب صورا تحتوي على الحرف زاء بعد ذلك أن يكتب الطالب والطالب الحرف زاء منفصل وجزءا من الكلمة حرفي اليوم هو حرف الزاء ماذا يشبه حرف الزاء؟ ما رأيكم؟ ألا يشبه الموز؟ ألا يشبه حرف الزاء الموز؟ حسنتم نعم يشبه الموز صحيح؟ يشبه حرف الزاء الموز وفي أعلى ماذا؟ وفي أعلى حرف الزاء نقطة إذن حرف الزاء يشبه قطعة الموز موجود في أعلى رأسها نقطة سوف أقرأ لكم قصة واكتشفوا من بطل حرف قصتنا اليوم؟ من هو الحرف الذي سيحل بطل قصتنا اليوم؟ هيا نبدأ بقراءة القصة يزرع زيت العنب والزيتون ثم يجني المحصول ويجفف العنب ليحصل على الزبيب ويعصر الزيتون ليحصل على زيت زيتون ويضعه في زجاجة ويصنع من حليب أبقاره الزبدة ثم يذهب للسوق ويبيع إنتاجه مرة أخرى يزرع زيت ز ز زيت العنب والز ز زيتون ثم يجني المحصول ويجفف العنب ليحصل على الزبيب ز ز زبيب ويعصر الزيتون ليحصل على ماذا؟ ليحصل على زيت زيتون ويضعه في زجاجة ويصنع من حليب أبقاره الزبدة ممتاز ثم يذهب للسوق ويبيع إنتاجه إذن بطل حرف بطل قصتنا أي حرف؟ حرف ماذا؟ حرف ز ز ز ما اسم المزارع؟ ها؟ ما اسم المزارع؟ نفكر قليلاً ما اسم المزارع؟ ز ز زيد أحسنتم إذن اسم المزارع ز ز ز ز ز ز ز ز أحسنتم طيب ماذا يزرع زيد؟ ممتاز يزرع زيتون ز ز ز ز ز ز ز ز ماذا يزرع زيد؟ ز ز ز زيتون أحسنتم يا نرددوا معي ز ز ز زيتون ممتاز طيب ماذا يصنع من العناب؟ ز ز ز زبيب أحسنتم يصبح العناب زبيباً ز ز ز ممتاز طيب أين يضعه؟ زيد الزيت هو يصنع من زيت الزيتون زيتاً من الزيتون زيت الزيتون أين يضعه بعد أن يصنعه؟ يضعه في ماذا؟ أحسنتم في ز زجاجة ممتاز زجاجة ممتاز إذن يضعها في زجاجة ماذا يصنع إذن من الحليب؟ ماذا يصنع زيد؟ من حليب أبقاره ماذا يصنع زيد من حليب أبقاره؟ زيد يصنع من حليب أبقاره ماذا؟ زبدة أحسنتم إذن زيد يصنع الزبدة من حليب أبقاره؟ حرف ماذا هذا؟ ز ز زبدة أحسنتم حرف الز ممتاز أبنائي وبناتي رائم إذن بطل قصتنا كان حرف الز ما هي الكلمات التي كانت بحرف الز ز زبيب أحسنتم أيضا ز ز زجاجة ز ز زبدة أيضا ما الكلمات التي كانت بحرف الز ممتاز ز ز زيتون كذلك اسم المزارع يبدأ بأي حرف؟ حرف الز ز ز زيد أخيرا ز ز زيد ممتاز أبنائي وبناتي إذن الجميع هذه الكلمات تبدأ بحرف ز ز قلنا حرف الز يشبه ماذا؟ تذكرون كلمة موز ز تنتهي كلمة حرف الموز بحرف الز وحرف الز كذلك يشبه ماذا؟ يشبه قطعة الموز ممتاز وفوق رأسه نقطة كيف يخرج حرف الز من ثمي؟ كيف يخرج مخرج حرف الز من ثمي؟ لاحظوا حرف الز ماذا يفعل؟ ألا تشعرون عند نطق ز بإهتزازات؟ نعم إذن نضغط اللسان على طرف اللثة ز انظروا طرف اللسان هنا على طرف اللثة وليس على الأسنان لاحظوا ضعوا اللسان على طرف اللثة هنا إذن نهاية اللثة على الأسنان كده ونقول ز ز ز انتبهوا لا يلمس اللسان أسناني ز ز ممتاز رائع مرة أخرى أين وضعتم اللسان؟ أحسنتم نضعه على طرف اللثة من الداخل ز لاحظوا تشعرون ماذا؟ بإهتزازات ز ز ممتاز إذن يخرج حرف الز ماذا؟ بإهتزازات بعد أن نضع اللسان على طرف اللثة من الداخل ونضغط باللسان على طرف اللثة يطلع صوت حرف ماذا؟ حرف الز ز ز ز أحسنتم إذا أضغط باللسان على طرف اللثة من الداخل ممتاز انتقل بعد ذلك سؤالي في أي شكل من الأشكال بداخلها حرف ز ز في أي شكل؟ أمامي ثلاث أشكال أيهم يشبه حرف الز أو هو حرف الز الذي فوق رأسه نقطة ويشبه قطعة الموز هنا في المربع الأزرق ما رأيكم؟ أم في الدائرة؟ أم في المثلث؟ صحيح إذن جميعنا نتفق أن حرف الز هو في أي مكان موجود؟ أحسنتم في المثلث إذن حرف الز في المثلث ممتاز ممتاز نضع عليه دائرة نختار حرف الز ونضع دائرة عليه إذن حرف الز أي واحد ممتازين هو الحرف الأول موجود في المثلث ننتقل بعدها نساعد صديقتنا للبحث عن قطع الحلوة التي بداخلها حرف الز أي قطعة حلوة بداخلها حرف الز سنساعد صديقتنا لتجمعها وتضعها في حقيبتها الخاصة هنا مثلاً حرف الز في قطعة الحلوة هذه نرسلها لصديقتنا حتى تضعها في داخل الحقيبة إذن أين قطع الحلوة الأخرى التي بداخلها حرف الز ممتاز انظروا إلى هنا ممتاز حرف الز كذلك هنا هل يوجد حرف الز أين حرف الز هنا في هذه القطعة الصفراء حرف الز ممتاز إذن نختار قطعة الحلوة الصفراء لنضعها في الحقيبة وهنا هل موجود حرف الز نعم لا لنبحث أيهم موجود عليها حرف الز في القطعة الحمراء أم الخضراء ممتاز نعم في القطعة الخضراء يوجد حرف الز حرف الز قلنا يشبه ماذا ممتاز يشبه الموز فوق رأسه نقطة ماذا يوجد بداخل صندوقنا صندوق المفاجآت يترى ما هذا ز ز زهرة أحسنتم ز زهرة كذلك ز زرافة إذن ز زهرة ز زرافة إذن زرافة تبدأ بأي حرف ممتاز ز حرف الز كذلك زهرة تبدأ بأي حرف كلمة زهرة ممتازين هيا نردد معا ز عندما أنطق حرف الز كيف يخرج من فمي أضع لساني على نهاية اللثة هنا وأقول بالضغط على اللسان ز أحسنتم ممتازين أبنائي وبناتي ألقاكم على خير بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغرب بإذن الله